أوضح هنا بأن هذه الحركة بغض النظر عن المناهج وغيرها هي ليست حركة بريئة الكل يعرف بأنها عدة من عدات ما سمي بالفوضى الخلاقة بمعنى أنه كان يتم إعدادها ولو أنه كانت اليوم مثلا كلينتون في الحكم كان سيكون وضع آخر بمعنى أنها كانت سيستمر توظيفها تغير السياق الدولي لماذا؟ لأن الأمريكيين وأوضح في تقرير لمؤسسة راند يميزون بين المتشددين والتقليديين والمتجددين بمعنى المجددين ويصنفون هذه الحركة يقول بأنها من الممكن أن تخترق المجتمعات الإسلامية وأن تغيرها من الداخل إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنها توظف والكثير ينظر إلى قضية المناهج بأنها عادية ليس هناك مجموعة مدارس موجودة في دولة من دول العالم بأنها تمارس الصدقات أو أنها تبحث عن الأرباح هي ضمن مشروع والمغرب انتبه لأن المغرب له خصوصية هناك حق الإمارة المؤمنين وهناك نموذج مغربي وهذا النموذج المغربي يلعب توازن إذن هناك حركات تحاول أن تقوم بعملية اختراق إن لم يكن الآن ولكن هناك نظرة استراتيجية أمنية لما هو قادم ومن الأحسن أن يكون هناك حد لهذا الخطر اليوم هذا هو الواقع ولا يجب أن نخذ الأمور بأنها عادية أو أن الأمر يتعلق بمناهج علمية إلى غير ذلك قد نكون ولكن المستقبل بمعنى أن أي دولة تحمي أمنها القومي هي تنظر إلى العشر سنوات المقبلة أو العشرين سنوات المقبلة ترجمة نانسي قنقر